الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الظاهرين الله صل على محمد وآله الظاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين الله على أعدائهم الله على أعدائهم وقل اعملوا صدق الله العلي العظيم بدينار لا يمكن شراء دار معادلة واضحة الكل يفهمه هذه المعادلة الواضحة أن بدينار واحد لا تُعطى دار المفروض أن الكل يفهم هذه المعادلة هذه المعادلة معادلة واضحة لا أقول البعض ولا أقول الكثير كثير كثير من الناس لا يدركون هذه المعادلة يتوقعون أن يشتروا بدينار واحد دارا كبيرا في الأمور المادية هذا الشيء نراه الأطباء عندهم ابتلاء مع الناس في هذه القضية إحدى ابتلاءات الأطباء مع الناس هذه القضية المريض يأخذ دواء أعطاه الطبيب يتوقع أنه في اليوم الثاني يطيب في اليوم الثالث ما طاب في اليوم الرابع يقول هذا الدواء غير نافع نافع يعني يتوقع أن يشتري بدينار دارا نافع يقال له تحتاج أن تحرق بعض السكر الزائد في جسمك لازم تمشي يمشي كيلو متر واحد يتوقع أنه كل هذه الكمية من السكر المتراكمة كلها تزول بمشي كيلو متر واحد مثلا والأمثلة المادية كثيرة كثيرة لا علينا بالماديات الإبتلاء في هذه القضية في المعنويات إبتلاء كبير الدعاء مؤثر الله عز وجل وعد الله لا يخلف المعاد أدعوني أستجب لكم يقول دعاوت ما استجيب لي فإذن الدعاء غلط في الحوائج الشخصية الخاصة زيارة عاشوراء مؤثرة كدعاء كذكر مع قطع نظر عن السعي يقول أنا قرأت زيارة عاشوراء مرة مرتين ما أثرت هذا بالضبط نفس ذاك الشخص الذي يريد أن يشتري بدينار دارا اللعنة لأعداء أهل البيت في المشاكل العامة من أفضل الأذكار ولكن هذه المشكلة بهذا الحجم تحتاج مليون مرة لعن هذا ثمنها كما أن الفلة الكذائية تحتاج إلى كذا مليون دينار هذا ثمنها هذه المشكلة بهذا الحجم الكبير تحتاج إلى مثلا أقول تحتاج إلى مليون مرة لعن هو لعن مئة مرة يقول ما رأيته الأثر وطبعا ما رأيت الأثر كما لو أردت أن تشتري سيارة فارغة بمئة دينار لا تعطى لك هذه القضية الخاصة هذه الحاجة الشخصية الخاصة لك تحتاج إلى مئة مرة زيارة عاشوراء وهو قرأ مرة ثين زيارة عاشوراء يقول ما رأيته الأثر هذا لو كان العلاج صحيحا أحيانا أصلا العلاج غير صحيح شخص مبتلا به داء معين يأخذ فندول فندول ليس لهذا الداء إذا كان العلاج صحيحا العلاج يحتاج إلى كمية يحتاج إلى قواعد إذا العلاج لم يكن يحتاج إلى قواعد لماذا نذهب إلى الطباء وأنا كنت أخذ لك العلاج له حدود الذي يعرف هذه الحدود هو الطبيب في الأمراض الجسمانية أقرأ لكم رواية شريفة لطيفة الرواية هذه وردت في الكافي الشريف بسرعة أقرأ الرواية بدون تعليق أو تعليق بسيط عن أبي عامر الحذاء قال ساءت حالي وضعي الاقتصادي صار تعبان مديونه ما أحصل بمقدار حاجتي حاجة أهلي من الأموال ساءت حالي فكتبته إلى الإمام أبي جعفر يعني الإمام أبي جعفر الثاني يعني الإمام الجواد صلى الله عليه هو من أصحاب الإمام الجواد والهادي فكتبته إلى الإمام أبي جعفر عليه الصلاة و السلام كتبت حالي وضعي هكذا فكتب عليه الصلاة و السلام إلي أدم قراءة إنا أرسلنا نوحا إلى قومه سورة نوح بداية سورة نوح بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه هذا بداية السورة يعني أقرأ سورة نوحي أدم قراءة إنا أرسلنا نوحا إلى قومه قال أبو عمر الحذاء فقرأتها حولا سنة كاملة أن أقرأ هذه السورة فلم أرى شيئا فكتبت إليه عليه الصلاة والسلام أخبره بسوء حالي وأني قد قرأته إنا أرسلنا نوحا إلى قومه حولا كما أمرتني ولم أرى شيئا شاهدي هنا فكتب عليه الصلاة والسلام إليه قد وفى لك الحول فانتقل منها إلى قراءة إنا أنزلناه كنت تحتاج إلى سد أنا أقول مثلا تحتاج إلى سد ثغرة سنة كاملة قرأت سورة نوح هذه الثغرة سدت الآن انطلق بقراءة شيء ثاني هذا تحصل به قد وفى الحبارة جدا جميلة قد وفى لك الحول السنة اللي قريت ما راح أدار هذا كان يتجمع لك قد وفى لك الحول فانتقل منها من سورة نوح إلى قراءة إنا أنزلناه أقرأ سورة القدر قال ففعلت فما كان إلا يسيرا حتى بعث إلي ابن أبي داود ابن أبي داود شخصية كان فقضى عني ديني وأجرى عليه أعطاني راتب وعلى عيالي ووجهني إلى البصرة في وكالته بباب كلاء ومنطقة وأجرى علي خمسمائة درهم شهريا وكتب نعم خلص وضعه صار زهن بقية الرواية أيضا تتمة جميلة يقول وكتبت من البصرة على يدي علي بن مهزيار إلى الإمام أبي الحسن الإمام الهادي صلوات الله عليه أني كنت سألت أباك عن كذا وكذا وشكوت إليه كذا وكذا وإني قد نلت الذي أحببته وصلت أبوك الإمام الجوات صلوات الله عليه وجهني سنة كاملة أنا قرأة سورة نوح بعدين بدأت بقراءة سورة القدر وضعي لتعدل فأحببت أن تخبرني يا مولاي كيف أصنع في قراءة إنا أنزلناه الآن يقول فوقع عليه الصلاة والسلام الإمام أجابه برسالة وقرأته التوقيع لا تدع من القرآن قصيره وطويله إذا أنت بدأت بشيء من القرآن لا تدعه ويجزئك من قراءة إننا أنزلناه يومك وليلتك مئة مرة أنت استمر على قراءة سورة القدر باليوم والليلة مئة مرة وأنه ليس شيء كثير الشاهد هذا لازم يقرأ سنة كاملة سورة نوح أنا أقول يسد الثغرة مثلا ثغرة هناك في حياته هذه الثغرة لازم تسد لما نقرأ سد الثغرة توي علاج أنت أول المشكلة لهذا العلاج هذه المشكلة ما تخلي العلاج يؤثر أنت المشكلة حلها ثم انطلق في العلاج حتى هذا العلاج يكون مؤثرة لعله يستفاد من الرواية الشريفة أن سورة القدر هي العلاج بس هذه سورة نوح سد الثغرة لعله إجمالا الأمور المعنوية الدعاء وغير الدعاء كلامنا ليس فقط عن الدعاء الدعاء المشكلة أين مكان ثاني في الأعمال الصالح يقول أنا أعملت العمل الصالح الفلاني ما رأيته أثرا كل عمل تققوا في هذه الكلمة كل عمل صغير أم كبير كل عمل صغير أم كبير صالح أم طالح كل عمل يؤثر الآن الآن يؤثر ولكن بمقدار حجمه لا تتوقع أكثر من حجم الشيء وإلا لا تعمل ينقل أن شخص سارق أجلكم الله أخذ منشار حديد ذهب في منتصف الليل صار ينشر حديد قفل لمحال حتى يسرق ما في المحال فمر الرجل قال ماذا تفعل قال أعزف قال إذا كنت تعزف أنا لا أسمع صوت العازف فقال له في الصباح ستسمع ستسمع صوت العازف هو الآن يعزف الآن جاي يسوي شيء نعم في الصباح تسمع تراكم يصير هذا القفل يقطع راح تسمع صوت العازف بس في الصباح هو الآن جاي يأثر كل مرة ينشر جاي يأثر ولكن يأثر بمقداره الشخص يتوقع أن عمله الصغير وهو صغير هو الشخص صغير وعمله صغير يتوقع أن يؤثر عمله عمل الكبار ويؤثر عمله الصغير الأعمال الكبيرة لا يمكن توقعك غير صحيح إذا كنت تريد أن تعيش بهذه الحالة بهذه النظرة ما كنت تتمكن أن تعيش في الدنيا الدنيا له ضوابط الله عز وجل جعل ضوابط للدنيا توقع أن يكون عملك بمقدارك وبمقدار عملك نرى طاغوت من الطغاة مرة واحدة يسقط هذا مرة واحدة ما سقط هذا طاغوت العراق البائد أمامنا طاغوت مقتدر عند علاقات مع دول كبرى تدعمه دول كبرى هذا تتصور مرة واحدة سقط غير ممكن أصلاً يقال الطفرة مستحيلة البعض ينكر استحالة الطفرة ولكنها لا تقع لا يمكن أن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة بعيدة بدون واسطة طاغوت العراق في كل جريمة كان يرتكبها كان يسقط ولكن هذا المنشار اللي في الصباح تسمع صوت العزف هذا المنشار جال ينشر حكمه وقدراته كل حركة تؤثر بمقدارها هذا في السلبيات في الإيجابيات نفس الشيء دم حبيب بن مظاهر سلام الله عليه ما أثر قطعاً أثر ولكن دم حبيب بمقداره يؤثر حبيب كان يدرك هذا الشيء إذا كان حبيب يقول أنا دمي لا يؤثر شيئاً كما قاله بعض الناس في ذاك الزمن أنا أقتل أو لا أقتل ما هي الفائدة لا تتوقع أنت حبيب وحبيب لا يتوقع أن يكون لدمك تأثير دم سيد الشهداء صلوات الله عليه غير ممكن دم سيد الشهداء يسقط على مر العصور طغاة دم سيد الشهداء خلال أقل من ثلاث سنوات أسقط حكم معاوية الذي شيده معاوية سنوات بكل جهده راح دم سيد الشهداء غير أتوقع أنا أن عملي يكون مثل عمل العظماء فأقول لا عملي لا يؤثر أنا لعني يؤثر ما يؤثر لعني في حال مشكلة نعم نحن كيؤثر ولكن بمقدارك في حال مشكلة عامة زيارتك قراءة زيارة عاشورة تؤثر ولكن بمقدار حجمك وبمقدار العمل أنا أنذر أمير المؤمنين صلى الله عليه أيضا نذر أمير المؤمنين والصديق الكورى والإمامان الحسن والحسين صلى الله عليه نذروا نذر مثل نذرهم نذرهم تقوم له السماوات والأرض هم نذروا وأنا أيضا نذرت الصدمة أين تأتي عندما تتوقع شيئا كبيرا بالضبط نفس المثال تتوقع أنك تشتري بدينار دارا فيلة تصدم الدينار تتمكن أن تشتري بها دارا ولكن بعد أن جمعت دينارا ثانيا وثالثا وعاشرا وعشرين صار مليون دينار تتمكن أن تشتري دارا الدينار جاي يأثر ولكن بمقداره يؤثر إذا نظرنا إلى القضايا بهذه النظرة نمشي بأقوى قوتنا العباقرة العظماء لماذا يمشون والناس يحبطون العباقرة يعرفون حدودهم أنت تعتب على الدعاء تعتب على عملك تقول عملي لا يؤثر صارت مشكلة صار ظلم لشعائر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما هو تأثيري أنا نعم لك تأثيرك ولكن بمقدارك تتوقع أن تأثيرك يكون مثل تأثير مرجع تقليد لا يمكن العظماء يرون الحدود لا يعتب على العمل أن العمل ما أثر يعتب على نفسي أنك ما كنت تفهم المشكلة المشكلة مشكلة تجاهلي بالحدود تجاهل بالحدود يتوقع أن يشتري شيئا ثمينا بشيء بسيط العملة عملة صحيح شنو الفارق العملة عملة نعم فارق تختلف عملة عن عملة أنت عندك تومان واحد تومان إيراني واحد هذه عملة أم لا عملة ماذا يعطى لك بهذا التومان قطعة شوكولاتة صغيرة أصغر من الأنملة لا تعطى لك بالتومان اليوم لا تعطى لك يلزب أن تجمع مجموعة التومانات حتى تعطى لك قطعة شوكولاتة بمقدار الأنملة أما إذا عندك عملة بتكوين الآن تعطى لك سيارة فارهة جديدة في مقابل البتكوين هذه عملة وتلك عملة التومان عملة البتكوين أيضا عملة شنو الفارق بين التومان والبتكوين نعم يوجد فارق عملي تومان لا أتوقع منه بتكوين عمل عظيم شخصية عظيمة بتكوين هو صاحب البتكوين هو صاحب العمل العظيم إذا توقع أن يشتري فلة كبيرة جدا بتكوين هم لا يتمكن هذا ما غلط البتكوين إلا حدود توقع من عملك بمقداره ستمشي في كل حياتك سوف لا تستصنر أي عمل من عمالك لا تقول أنا عملي ما أثر ما يأثر عملي ما أتمكن أصنع شيئا ما أتمكن أصنع شيئا يعني حدودك مختلة يعني عندك جاهل بالحدود العمل يؤثر يؤثر بالتأكيد يؤثر العمل السيء هذا العمل السيء الصغير شنو يؤثر نعم هذا يؤثر هذه حركة واحدة لنشر قفل أنت جاء تنشر جاء تنشر قفل الشيطان جاء ينشر قفل لقلبك نفس هذا العمل الصغير السيء الأعمال كلها حسنة أم سيئة تؤثر الآن تؤثر نعم فيما بعد أثرت تراكم يتراكم مرة وحدة سقط الجمال مرة واحدة دكتاتور يسقوط إمبراطور يسقوط هذه تراكمت في السيء وفي الحسن أيضا كلمة أخيرة بعيدة عن الموضوع على أبواب زيارة الأربعين من حق زوار الحسين عليه الصلاة والسلام علينا سواء كنا نحن من الزوار أو لم نكن من الزوار من حق زوار الحسين عليه الصلاة والسلام علينا من حقهم الدعاء لهم من الآن الإنسان يبدأ بالدعاء لزوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أنا كان عندي اقتراح العام الماضي لعله أن نقرأ دعاء الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الذي دعا به في حال السجدة لزوار الحسين عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء لعله لا أقول أقرأه في حال السجدة أنت لا تحفظ الدعاء لا اللي سن يدعو به هذا الدعاء هذا الدعاء إذا قرأته يومياً في كل يوم يأخذ من وقتك أقل من ثلاث دقائق بعض الأخوة أيضاً طبعوا هذا الدعاء الظاهر موجود هنا الإنسان هذا الدعاء يومياً يقرأه لزوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام دعاء جداً جميل وجداً في مضامين عالية جداً رغم قصره أو غيره من الأدعية يقرأ دعاء آخر المهم الدعاء لزوار الحسين حتى لو كنت من الزوار أنت وكنت ناوياً للزيارة من الآن أنا أقول مثلاً من الآن ليس بالضرورة من الآن عموماً الإنسان يدعو لزوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كأداء حق من الحقوق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة الحسين في الدنيا أن يرزقنا خدمة الحسين في الدنيا أن يرزقنا اتباع الحسين في الدنيا أن يرزقنا شفاعة الحسين في الدنيا والآخر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين